اشتركوا في القناة وهالسكسي الوقت مؤخبت قبل ما نبلش رولان حلقة نحكي بالفاشن بس بدي اقول شغل ايام باريح اسمعنا خبرية كتير بشعب باركي انا شخص كتير بحبوي اللي هو برينس كتير زعلنا كيف مات يعني هيدا شخص ايكن لقالي انا بالميزيك وبالستايل تبعته واغاني وهيكي بس انا حب بس كنت اذكره هيدا اليوم اكيد انت بحبتي سارة حكينا عنه بالأوبرنينج اليوم ولي ما بيعرفوا يمكن بيجهلوا لبرينس لانه مش بس كان ايكوني وعملاق بالموسيقى الكتار ما بيعرفوا ادي كان انسان رؤيوي و ادي كان عنده روح انسانية كمان كتير كبيرة كان يعمل كتير خير ولكن ما بيحكي وهيدا هو العطاء الحقيقي الله يرحمه هلأ اوقف اليوم حبيت احكي شوي من كل ودي عصا هيكون التركيز على الباكز لانه تنحكي شوي موتيت الباكز بس قبل حبيت لانه انا بيحكي كتير عن الاكساسوريز رولا قدي الاكساسوري بيغير كل اللوك لابس اليوم انا كتير اكساسوريز هتشوفوا بأي طريقة وكيف غير اللوك اول شي حبلش بماي اكساسوري يلي رولا كاعدة كرياشنز يلي سارو كل عنا بتعرف انه شو اكساسوريز او لجز اكساسوريز كيف ما بدكن تحزبون هيدول رولا بينحطوا على اي كايند اوف شوز استيلتوز افضل يكون حلو مع فلاتس يعني انا اشوف حالي لابس فلاتس حتى مع فلاتس مش شاية صندال وماشي فيهم مش شاية صندال بس حبيت من واحي الجلادياتر عم نشوف من سنة لسنة قدي موضة الجلادياتر عم بتزيد عم بتزيد يعني قدي باقي انا اول ايتم عملته لالجلادياتر وعم بتطوره كتير وعم تشوف حتى الجلادياترز عم يوصلوا لهون هالقدة صار الجلادياتر وعم تشوفيه سكسي سكسي يعني حلو بتشوفيه سكسي بقى من واحي الجلادياترز حبيت اعمل هيدا شو اكساسوريز تبعتي الجديد هيدا واحد من الكوليكسون الجديدة جلد جلد اكيد في منه كل الالوين في سيلفر في بينك في شامبين في غولد هالاكساسوريز بالليل وبنهار رولا متنقلتي فينا ننوع باللهار فينا نلبسه مع فلات كأنه ساعتها بيصير الجلادياتر فلات وبالليل فينا نلبسه مع كعب بيصير كأنه مع كعب مع شورت بس أو ممكن مع فستان أصير شورت مع تنورة مع فستان أصير مع حتى فستان طويل عنده شؤ فينا نلبسه يعني فينا نروح كريزي قد ما بدنا وشغل التاني انا شو لابسي رولا اليوم لابسي شايفي انتي شورت وشايفي هيدا الشي ورا رح اشلو حدي اكساسوري هيدا او ما قلت لنا ما كنا عرفنا ما كنا عرفنا انا هيكي بتشوفيني لابسي عادي شورت وحان طماء اكساسوري اكزاكتلي هيدا فكاليو انا عم بعم ميكا بقالولي زورو ستايل طرح لقلك قدي اكساسوري بسيط جدا بيغير كل اللوك من حطة هيدا هيدا متل فيزا نعتبرها سانتور تنورة سانتور جوب قدي بتغير اللوك كله عطيت ستايل خلص يعني انا فتت هوني صرت ستايلش اكتر قبل كانوا بركي حلوين هلأ صاروا ستايلش اكتر بس غليني اقبرهم تير حلوة حلوة بالبسها مع شورت بالبسها مع لاجينج كمان لاجينج دايق بس يكون فيه خليط شوي بالالوان بس مش نفس اللون مش نفس اللون يعني فينا نروح غير لون لاجينج اجين من الاسود فيه البسها على تنورة قصيرة كمان يعني فينا نروح قد ما فينا حتى مع بانتس دايق او جينز دايق فينا نحطها من ورا غيرت كل اللوك هيدا دايما منحكي عنه انه سيمبل سينك بيعطيك توسط ويغير كل اللوك هاي نفضلها مع كعب عالي كمان ايثنك مع كعب عالي او جلديايتر واطي يعني رولا كاعدة اكساسوريز بعفلات ومنحطها كمان بتطلع كتير حلو مع شميز من فوق يلي بتكون هيدا لان كله بيسألني رولا شو بتعملي لديما في عندك هيدا الاتوست اشيه كتير بسيطة هني بيغيروا له هيدا شي تاني هيدا من عندي كمان شو هو الهيدا لأ نو هيدا لنو مش من عنده هيدا ميكا اسانشوز شو معنا هون قبل ما نحكي رولا قبل الهواء عم نحكي شوي عن السوشيال ميديا حبيت تطرق لهيدا الموضوع لانه هون بيفاشاليستا منحكي عن كل شي كنا عم نحكي انا ورولا شغلي ويلي كتير عم يجيني انا تعليقات وتعليقات علي بدي احكي لها الصبايا لها الصبايا رولا يلي هن تين ايجرز يا جماعة السوشيال ميديا كتير حلو اكيد وهو الاكسبوجر لكل العالم وعم نصير منفتحين على كل العالم من وراء السوشيال ميديا بس مشكل شي بتشوفوه على السوشيال ميديا لازم تعملوه أو لازم تعملوه وش هيدا هو الموضة مش هيدا هو الموضة يعني في اميات كتير حكوني بهيدا الموضوع وكتير مزعوجين وكتير عم بيسبب هيدا الشيء قهر لولا دول ما عم يعرف كيف يتصرفوا بالموضوع يعني وتبتوفوا حدا حاطت صورته أو صورته كلها براندز من فوق بركي هي كتعمل دعاية ل لا لبراندز معينة أسماء معينة بركي مش لقيلة للتياب يعني ما ضروري يكونوا هي لقيلة للتياب طالع عرضتهم تنسبب بهيدا الموضوع أنه أنا بدي هيدا الشيء ولا هيدا اللي فلاني عنده شيء حتى لو ولا إلا مش هشي لي بيثبت أنه السقة بنفس أو مش هشي لي بيثبت أنه هيدا الموضة أو هيدا التواجه لازم يروح عليه هيدا بيرجع للشخص هيدا بيرجع للشخص بعدين كل واحد حسب شو شغلته بالحقيقة عيشوا عمركم حسب قدرته كمان حسب قدرته وحسب عمره وحسب شغله وحسب شو الهدف يلي طلع هيدا الصورة رولا لين حطيت هيدا الصور عيشوا عمركم يا بنات أعن بحكيكم البنات بعضنا صغار عيشوا عمركم لا تعمل شخص يعني الغلط مش أنتوا اللي ما عم تقدروا تجيبوا هالمركات أو هالأسماء الكبيرة الغلط الأشخاص اللي عم يعرضوا حالهم وهالأسماء والمركات به هالطريقة خاطئة يعني الغلط عندهم مش أنتوا بليس خلينا نوضحها الشي خلينا نوضح هذا الشي ما عم نرجع منقول عيشوا عمركم الستايل مش بالبرانز الستايل أنا اليوم مني لابسي شي برانز أبدا أتقول بالعكس من أكتر محلات كلنا منفوت عليهم لألكم شغلة أنه الستايل هي كيف بتعملوا ميكس أنماتش بالغراب بعدين بليس وقتها منحط صور على إنساجرام يلي كنت أنا ويكا عم نحكيه مضروري وقتها نعمل تاجز أنلس بنا نعمل دعاية لحلق شعر بنا نعمل كذا بس إذا كنا عم نحكي إذا فيه ساك شانال ما ضروري نرجع نشوف أموارينج شانال باغ ما ضروري أموارينج جوتشي بلت ما ضروري يعني نحنا بنعرف منشوف ونعم نشوف ما ضروري كمان نشوف وترجعوا تفوكس ما حلو بس أنا حبيت أحكي هذا الشي لأنه كتير عم بيسبب رولا مشاكل مع الأميات والولاد وما عم يعرف شو بدون يعمل بس حبيت أحكي ما بدي حدا نزعل مني هيدا ما في شي برسونل مع حدا بس حبيت وضيح وأكيد مش هذه الصورة اللي بتعكس هوية المرأة أو حبيت لبنانية خلينا نوضح هالشي كمان نرجع على الباكز هلأ سنت سعى ونحكي شوي بالباكز الباكز من أكتر 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 أكسسوار بين لبس وبيلفت النظر وبيلفت النظر أكيد رولا هلأ التندانس عم بتصير زائنا من الباكز البراند يعني خلص هيدولي هني نعرفنا هلأ مع الليبانيس ديزاينرز الموجودين بالبنان عم بيبدعو يعني عم يستوحوا أشياء وعم بيطب قولنا إيها بطريقة كتير أحلى وكتير بتلبق لنا وكتير أوريجينال عرفت يعني إخت نهارولا كلنا عنا فيو براند باكز يعني كلنا هيدا بس أدي حلو نضيف لع هيد المجموعة نضيف ع هيد المجموعة الليبانيس ديزاينرز باكز لأنه أول شيء أرخص وتاني شيء ترندي كتير يعني عم يعملوا أشياء كتير ترندي وشخصي أكتر وشخصي أكتر وشخصي يعني أنا حكون لبسي ساك يعني إذا لبسي ماركة أو براند رح تلاقي ميت واحدة حاملة نفس الجزدين مية بالمية ما بتتميزي عن غيرك إلا بما أنه أنا قادرة أشتري هالجزدين مظبوط هيك عم بتصير أكتر على الكفر مجازين منروح منجيبه كتير بشي هالشي منجيبه هلأ هوني حبيت أعمل خليط بين الأشياء لبراتيك كتير أكيد بعد فيه ساك أدو أكيد فيه ساكات دو فلاج هيكون عندهم غير حلقات هيدولي البيزيكس يلي لازم يكونوا عنا بالخزانة رولا عم نشوف هيدا وبدأ أحكي شغلي لكل مناسبة عندها جزدينة بليز بالليل بس نكون رايحين صهرانين أفويد البيج باكس ما فينا نفوت كرمال البيج على عشا كبير على عشا كبير أو على عرس أنا وقت بروح بشوف بأعراس أدي فيه وقالنا نحجز مقعد للجزدي وقالنا نحجز هيدا وهيدا ما بقى رولا يعني إذا فينا نحكي شوية بروتوكول ما بيزبط حلو هيدا حقب ربلي هيدا هيدا اللي عم بقوله الليبانيس ديزاينرز كل اللي موجودين معنا من مصممين من مصممين من مصممين اللي من هالا حيطلع اسمها أنا مصممين مصمم هيدا الجزدين بري براكتكل بساع كتير أشياء جوا عنده باندوليار فينا نقلبها على الباج وعلى الكحلة وفينا نلبسه بهيدا الطريقة ونمشي هيدا كتير حلو هيكي ملوص الجزدين براكتكل كتير لأنه ألوانه كتير صيفية لأنه هالقاته ألوان يمكن يلبق مع كل شيء والبازة وباش بالنبس على جينز بنبس بنهار كتير هيدا الجزدين وبزيت الوقت ألمات بساعي كتير أنا بحب الجزدين الكبير لأنه أنا كتير بزيت فيه حتى بحط آيباد وبحب نتشغل فيه معجقة إكزاك لسهيدا الجزدين هيدا لطول كتير منيح هيدا لطول كتير منيح حدا كتير أصير أفويد هالقدي ويأخذوا الصبايا يعني أعتبار حجمة هي يعني حتى لو دير الجزدين الكبير بديك تفكر هالحجمي أنا بسمح أنه إحسبوا ساك هالقات حجموا مية بالمية هيدا الجزدين رولا براتيك لكل القياسات هيدا بستحط هيدا أنا ما فتحتهم قبل حتى فرجيكم على الهوى كيف بين عملون خلطنا ألوان هيدا خلطنا ألوان هوني على جينز على هيدا كتير مهضوم بينلبس بمشي فيه كتير إيزي بيساعة كتير أشياء وكتير براكتكل كمان وهيدا رولا بخليه هيك الباندوليار تبعتو وفينا باليها وبالبسو بهيدا الطريق أكيدة وفينا باليها بس هيدا التويست بالباندوليارات كتير حلو هيدا أنا في يلبسو أنت فيك تلبسي كل الكل السايزة سيوني يلبسو هيدا اللي قطي أنت كتير حلو بس أحكي عن هيدولي قبل كمان هيدولي وصلنا للأصغر كمان شوي أكيد معون باندوليار من جوا كتير كيوتي وباندوليار أكيد كتير طويلة هوني حطاني لبس كروس باك خلينا بلش نحكي عن هيدا لأحكي عني طارفيا عم شوفوني كتير بالمجلات والصور وكي عندي حشرية أعرف إذا مريحين للحمل حملي قومي شوفي هايكي أنت فيتي على محال هيدا كتير حلو رولا خرج عشاء لأنه ليك الوضن شفتي الخشب من هوني بس نقول للعالم خربوا هالبايت من هوني يعني وقعد من جوا جلد من جوا اكزاكلي هيدا بينراح في بلبسوا على أحلى عشاء أنا لأنه هيدا البايات من جوا الوينكز من هوني هي عطيت كل الفرق كتير حلو أنا هيدا حطيتوا كروس باك رولا طالعي كروس باك بينلبس على كل شي باك هوني بنهار هيك بالله وبالله 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 بالله فلسطراك فينا نروح في حيض هيدا غريب هيدا هيدا بلاكسي 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 لنحكي شوية عم هيدا جزلا بلاكسي الحي السنايكل اللي عم نشوفها بكل الموديلات ولكن نشرح للمشاهدين من حسنات البلاكسي أنه فيكن طبشوت طبشوت عملوا البتكونية شو ما باتكون بيضل جديد؟ الجلد من هولي هيدا جود انبستمنت حلو؟ صدق؟ ولكن شفتي قدي حلو رولا مع الجلد؟ كتير حبيتها كتير يعني خالطين البلاكسي مع الجلد بينفتح هيك من جوة جلد هيدا الحية السنايك بتططيب هون اي لفت هيدولي للليل هيدولي هيدا القام كلها للليل على عشا على عرس على هيدا جو كريزي فينا نصرعها بالجلدين ليه عم بيقلك هيدا على عرس فينا نلبسه لأنه هون جلد السنايك يعني عطيه شوي أكثر هيدا حقيقي جلد؟ ايك اكيدة كله حقيقي كاميرتي هون على كاميرتي كتير حلو هيدا الجلدين بقدوان ليه بيقلك هكي في لبسة انت اليوم اي لفت منروح أكتر كمان منرجع بمود الودن مع الستارز ليك يديروا لها حلوين الستارز الملونين وجلد أكيد فانكي وهيدا زيته على ستارز بس مع بايات بروز هيدا اللي بعقدو هيدا فيه يروح فيه على غدا كمان بنهار فينا نروح على غدا فيه بنهار لأنه الألوان الستارز كتير هيكي غيروا كتير كتير ديلي فينا نستعملو وهيدا فاكرينو طاولة جارت بحطونا هيكي مانا طاولة زهر عافيكي بفرد مرة لزهرين للينا عافيكي بس نزه إذا كنا بشي قاعدة وهيدا زيته رولا أكتر رايح لصوب الليل رايح أكتر صوب الليل لأنه البايات الستارز تبعته بس خبري المشاهدين رولا اللي بيشوفوه كمان أنه بتوقع يكون تقيل لا مانتكي قبل الوزن أنت كيف حصي حالك مرتاحة مهيكي ده إن جزدين لهيدي الكوليكسون أنا فورني عم بحكي البلاكسي مع الآي بس شفتين ريش لنحكي شوي الديطايات تبعته بلاكسي جلد هليني ستراس وريش يعني خلطين بتيخد العقل لكي أدي حلو محمول أنا عفكرة صرت عم بنتبه شو عم بحكي لأنه رادار لطيلي بكل حلقة 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 عم بينا إلي أغلاط بس حلو لكي عم يحضرونا هيدا أهم شيء يعني كل عم يحضر تمام أكيد سو هيدا جزدين فينا نروح فيه للليل هذا ما بنلبسه أبدا بنهار لأنه كتير أول النهار هالبايات فيه والعين العين بتقدي كبير العين كتير حلو منروح فيه بالليل الأوكازيون كل شيء بالليل إيفانت عرس لبسين أسود لبسين حتى خلطوا شوي بالألوان ما في مشكل وهلأ في اللي فيه أنا كتير حبيته هذا جزدين مبروك سو هيدا كانت هوفولي الحلقة تكون فضنا شوي بتبس صغير رحكينايهم وبس هيدا لهن أنا بلكم بوي دخلنا بسرعة بأجواء الصي وشعنين مبارك للكل لو أنا روم أورتوكس بدقول شعنين مبارك لأنا روم أورتوكس مرسي نهار الأربعة مزبوط ورح ناخد بريك أسير نحن مشاهدين ونرجع للفقرة الطبية سانتي